السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي عنها ان شاء الله سنتكلموا على السبع خطوات الأولى للبدء في مشروع الأرانب على سطح المنزل أول حاجة سنضروب سلاسة سهلون الأمور ديال مشروع ديال تربية الأرانب بغينا مشروع السوق بغينا نشروع أرانب يعني بلا من نصعب عليكم الأمور أول حاجة بغيتو نشروع على حسب جوج نتوات وذكار أو ربعات نتوات وذكار المهم يدكون نذكر واحد وإينات معه أول حاجة غدي بدو تقلبو الأرانب ديالكم يكونوا نكسيين بالشعر بالكامل ما يكونوش فيهم شي بلاسة يعني مسوحة من الشعر هذه أول حاجة الثاني حاجة الأدني ديالهم ما يكونوش فيهم القصور الثالث حاجة الأنف ديالهم ما يكونوش فيه سيالين صافي غي هذا الحويج هذي يعني كمبتدئ رها كافية أنكم تبدو المشروع ديالكم ثاني حاجة وهي الأتمينة الأتمينة كين الرومي وكين البلدي الكروازي قليل مهم حنان هذروا على إما البلدي إما الكروازي الأتمينة كالتراوح ما بين في البلدي ما بين سبعين درهم تل خمسة وسبعين درهم يعني أدواء فأر عفوا أرنب بالغ يعني ممكن أنكم تجيبوه ما بين سبعين درهم تل خمسة وسبعين درهم يعني بالنسبة للأنثى وبالنسبة للذكر نسيبغوا ديروا الأرانب الرومية شي شوية غالية في الثامان الأرانب الرومية كتدير ما بين 150 درهم ميتين درهم تل ميتين وخمسة درهم يعني كيمك لكم 160 ميتين تل ميتين وخمسة درهم هاذا هو الأتمينة ديال الأرانب الرومية هذا هو الإجراء الثاني نشوفوا الإجراء الثالث أول حاجة خصي يكون عندكم وحدة عشة أو بيت دي الأرانب يعني يكون الأرانب ديالكم محميين محميين من الحيوانات المفتريسة يكونوا مثقف حدا بقنا يهنايا شو سمراني داير مثقف بالزنك أنتم ممكن أنكم تثقفوا بالزنك ولا تثقفوا بالقصاب المهم أن منين جيل الشتاء ما تصبش عليهم ما توصلوا إلى الماء كذلك الحرارة أو تاني تكون هذه الدزنكة هذه تكون بعيدة يعني قد لوقفها كما أراني واقف هيا بعيدة بشي مترو تقريبا على تقريبا مترو ونصف على الكاش يعني سيلا ضربت فيها الأشيء عادي لحرارة الشمس يعني ما توصلهمش الشمس كذلك الشتاء الشتاء مخصش توصل الأرانيب مشي يس شكا تصبوا يعني غادي توصلهم الشتاء مباشرة الجوانيب ضروري تايا مشي غير من فوقتكم تثقفوا وتكونوا معرية في الجوانيب الجوانيب ممكن أنكم تستعنوا بميكة مثلا أو أو يعني كواش ميكة غراني داير أو باش حال هادا هادارة باش كيتم مباشرة الثالث حاجة الإضاءة الإضاءة ضروري تكون في هذا الأشيء هادينا وحال البولاناية ها إذا كتشوفوها هال البولانا دي كان شعلها في الليل على حسب الولادات هنتم ممكن ما كتشوفوا الولادات هادارة شي حاجة يعني كاج احترافي ولكن هنا كان لحالة تربية ذي الأرانيب ضروري تكون واحدة يعني إما الشمس تكون داخل لهم إما الإضاءة مهم يكونوا يشعروا بواحد الدفء في وسط الكاج كذلك الشمس ضروري تكون الشمس داخل المكان علاش لأن الشمس تقيهم من الحشرات اللي ممكن تصابوا بها كي يولي الأرنب ناشيط أكثر لأن فيها طاقة أطيبتي ضروري أن الشمس تكون داخل لهم كان قضية واحدة أخرى وهي بناء الولادات يعني مشي غدي تخليوا يعني الأرنب ديالكم بدون الإناث حنا كنا نضرع الإناث تخليهم بدون ولادات ضروري أن يكونوا عندكم واحد الولادات يعني هادوك الولادات يعني منين تبغي الأنثة تولد يمدل له واحد صندوق يمدل فيه شوية ديالنجارة وتخليلها هي غدي تعرفوا الراسة غدي تقاط مشيله باش تولد فيه إذن كين أو ثاني قضية أخرى ديال تهوية ديال المكان ضروري مشي تسد يعني تدير لهم واحد اللي بيدي الولادة وتسدوا عليهم وتخلقوا عليهم ما فيه لا نافيدة لأولو لا ضروري النافيدة تكون كتحل وكتسد علش كتتحل وكتسد لأن احنا نقوله نقوله هوينهم واحد وحد ربوع ساعة ولا نساعة ولا ذاك شي لحسب الجو الجو الكاين ولكن منين في الليل مثلان وحد وقيتها مثلا كين التيارات الهوائية المباشرة يعني ذاك الكورون ضاير يعني مشهد بز بز ز ما شي ما يمكنش أنكم ما تخليوا الآلانيب ديالكم كيد ربهم البرد مباشرة لا ضروري أنكم تحميهم من التيارات الهوائية المباشرة كين قدي ديال الشمس حد بأنا يا نرني حال لهم في الفصرفة الصباحية ولكن رني دير واحد غيدو غدين رد عليهم باش ما تجيهم الشمس مباشرة غيد الشمس ديال الصباح كتكون شوية بعد ما من بدأ الوقت يعني الحال يسخن خدين نضلل عليهم ضروري ما نضلل كذلك وهي النقطة المهمة في الموضوع وهو التحصين التحصين وهو التحصين ضد التصمم المعوي والتحصين ضد التصمم الدموي ضروري نمشيوا عند البيطاري وتقولوا له النوع ديالتحصينات وهي إبرة وسيرو صفي لا غير كتعاودوهم من السنة للسنة يعني كتقيدوا التاريخ وكتعاودو هذيك الإبرة من السنة للسنة يعني إلا بغيتوا الأسماء ديالها كين الإبرة ديالتسمم الدموي تسميها كين بخافاك وكينا السيرو ديالتسمم المعوي تسميها هيبارينول هيبارينول إذن هادو جوج ديال يعني التحصينات ضروري يكونوا تكونوا ديرينو بالنسبة للعلف الناس اللي عجبادين ممكن أنهم يسعنوا بالفصة بحال هذه هذي راح بالفصة باليابسة هذي الفصة يابسة لا تكون بالا كبيرة كتدير التامن ديالها كيدير دبارها غالية واحد شوية كتدير 55 درهم ممكن أن في هذه الأيام تولي مثلا 65 درهم أو 60 درهم يعني في هذه الأيام راح شوية كين الجفاف راح غالية شوية كدير 55 درهم ولكن راح الكمية كبيرة يعني ممكن أنكم تديروها راح دي 55 درهم ممكن أن تخدم لكم واحد شهور الموت أنا بحال القاطع هذا بلط ديال الفصة ممكن أن تضرب لكم واحد ثلث شهور راح مزيان 75 درهم راح يعني كرامة كذلك ممكن استعانة للحبوب حبوب مثل الشعير والدورة والنخارة هذا شيء بالنسبة للأرانب الرومية والبلدية أما إذا ترقزوا على العلف ديالها فممكن أنكم تديروا السيكاليم السيكاليم ضروري بالنسبة الأرانب الرومية يعني البلدية ممكن تعطيهم أي حاجة بساكن كيعيش وكتكون عندهم المناعة قوية عكس الأرانب الرومية إذن أي تساؤلات بغيتوا تزيدوا شيء أفكار أخرين أنا حاولت أنني من سعبش عليكم الأمور نعطيكم نظرة شاملة ببساطة أي واحد بغي يبدل مشروع دياله يعني الخطر بي أرضية هاي معلومات بسيطة ممكن أن أي واحد يبدأ المشروع دياله بذ المعلومات النس المازال مشاركوش معنا يشاركو معنا قناة يبدأ من ديالكم مرحبا بالتعاليق طيبة ديالكم إلا خصتكم شيء سيفسارات أنا أراها الإشارة تكيو على زر جام متنسون جام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة